موسيقى نصير المزراوي قدموا مستويات لي جداً عالية ومن هذا المنبر كانت تمنى الشفاء العاجل لنصير المزراوي على الإصابة التي تعرض لها وشيد مرة أخرى وعني بدخول يحيى عاطية الله قدم أداء متميز ورائع لأنه اللاعبين فاشك يدخلوا في تغييرات إضطرارية يكون متوقع أنه يدخل يكون ضغط عليه كثير ولكن قدم مستوى له رائع وحاسب وليد الرقراغي على عدم إدخال عبد الرزاق الحمد لله يعني في وقت اللي هو متقدم خلال تلت داقة ثمانية يشفن صاري مشفناش مزيان عزتين أناحي كان غائباً وبعيداً عن مستوى سوفيان بوفل كذلك نظراً للحراسة اللاصيقة اللي كانت عنده من طرف اللاعبين الكروات لكن على العموم نقطة أحسن مما لا شيء يمكنها أن تعبد الطريق للمنتخب لتجاوز الدور الأول وتكرار إنجاز 1986 إذا تحققت نتائج إيجابية أمام كل من بلجيكا وكندا وكانت تمنوا أن مباراة بلجيكا وكندا تنتهي الأخرى بالتعادل نعم زاميلي أنه بالنسبة لمنضياء القطر لأول مرة يتقام في دولة عربية وهذا شيء جميل بتقوذ عربية جميلة وكذلك لأول مرة يتقام بفاصل شتاء يعني اللاعبين جايين كما تنقول بلغة الكرة بماتشات قليلة في رجليهم عكس المنضيالات السابقة اللي كانت فاصل الصيف اللي تكون نهاية الموثم خادوا طرب بصات كبيرة لكن ليست كل المنتخبات كانت ضعيفة فمنتخب إنجلاتيرا مثلا قدم مستوى رائع في مباراته الأولى شفنا اللاعبين أنه جاءوا من الدور الإنجليزي بذيك الاحترافية بذيك الخطط ديالهم الجميلة لأنهم هما في الدور الإنجليزي كلعبوا بين يومية ثلثة أيام وهذه اللي سيكون في المنضيال اللاعبين الأخرين ربما بقى ما دخلوا في أجواء المنضيال في مباراتهم الأولى وصراحة أنه نهائية كأس العالم تبدأ من الدور الثاني وليس دور المجموعات سنارة مقابلات متميزة بين إسبانيا وألمانيا مثلا ستكون قمة بالنسبة للمنتخبات الإفريقية رأينا سداجة إفريقيا مع المنتخب الصينيغالي بطل إفريقيا الذي تأثر كثير كثير بغياد نجمه وقائد صاد يوماني خسر بجوجل ذرو أمام هولندا في التقائق الأخيرة المشكلة للمنتخبات العربية والمنتخبات الإفريقية سواء الأسيوية أو الإفريقية هو أنهم يفقدوا التركيز في التقائق 85 أو في التقائق 80 التركيز يجب أن يكون إلى غاية صافرة الحكم خاصة أنه الوقت بدلت طائلة يزيد الحكم في هذه المنضية تكون كثير لأنه كانت هناك تعليمات من كورينا أنه يكون احتساب توقيت مضبوط يعني لأخرجات كوراكة تحسب الدقائق اللي ضعت على العموم يعني منتخب قطر خاصرة مبارتها والأولى منتخب السعودية فعل العجب العجب يعني نقدر أن نقول أنه الهيلال السعودي انتصار على الأرجنتي لأن معظم اللاعبين من الهيلال حارسهم يمارس في الدورة في الدرجة التانية للدور السعودي قدم يعني مباراة في غاية من الروعة هدف جميل للدوساري لشجيل في جميع تقريبا للنهائيات اللي لعبها سواء في كأس آسيا سواء فتصفيات والآن في المنضيال كانت منه أحيي كذلك تونس على التعادل أمام كان تعادل اللي هو متميز وكذلك المنتخب الوطني المغربي كانت منه توفيق لجميع المنتخبات العربية سواء الأسيوية أو الإفريقية وكذلك لكل من غانا الكاميرون والسينيغال كذلك هو بالنسبة لحضوض المنتخب الوطني المغربي في نهائيات كأس العالم قطر 2022 أراها أنها من الممكن أن نتأهل للدور الثاني وإعادة إنجاز 1986 لماذا لا؟ خاصة أنه إلى لعبنا بنفس الواقعية وكان بعض تغييرات يعني من وليد الرقراجي أو اجتماع مع اللاعبين بغيت تقديم أداء أفضل أمام بلجيكا لكتميز بلاعبين متميزين لكن يعني بلجيكا كذلك لن تخيف المنتخب الوطني والرقراجي إذا تحصلنا على النتيجة إيجابية أمام بلجيكا تعادل على الأقل يمكننا الانتصار على الكندا والمورو الأهم هو أنه التأهل عليه أن يكون بأقدام اللاعبين وليس الحسابات الضيقة في آخر المباراة أمام كندا ورجعوا تاني لكاليكاتري خاصنا نربحه وانتسننا وكرواتيا تربح بلجيكا ولا بلجيكا تربح كرواتيا خاصنا نتجاوزوا هذا الشيء ونحقوا الانتصار مثلا على بلجيكا ربعات النقاط بإمكاني أن تذهب بنا إلى الدور الثاني في انتظار عني النتائج الأخرى ويكون تأهل نحسمه بـ 91% قبل مباراة كندا رسالتي الوليد الرقريقي نحن نشجعك كنت مطلب شعبي هنا بالمغرب وتحقق ذلك شفنا تغيير كبير للمنتخب الواطني المغربي معه فسنساندك إلى آخر رمق وسنحاسبك بعد النهائية نحن عارفين كمين لأنه رقريقي غير مطالب يعني بتقديمه واحد لأدوار طلائعية في المنضيال لكن يتوجب عليه الفوز بكأس أمام إفريقيا المقبلة اللي ستكون في الكود ديفوار فحض موفق الوليد الرقريقي لأبنائه اشتركوا في القناة